اخوة والاخوات الاصدقاء الاحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير مساء الخير في كل مكان وفي كل زمان انتم موجودين فيه هنما كنتم تمنى لكم الخير والبركة والسعادة والهناء في كل ما تريدونه لكم ولدويكم ان شاء الله خاصة في هذه الآونة الصعبة في مربع العالم ما بين برد كنون التاني او يناير وكذلك اللي هو جائحة الكورونا ومحاصلتنا هنا واميكرون وفرنسا تلا فيها حاجة تانية الى اخر الى اخر اليوم هنتكلم عن محاضرة جديدة في فتفضة برنامج فتفضة خمسة لخمسة الحالة 24 اللي هكون فيه تحديات امامنا ما بين حاجة اسمها الحمار حنا عرفين الحمار كمخلوق والامر التاني الكلمة العلاقة بين الحمار والكلمة هتيجي بعد كده هو إن شاء الله أنا منتكلم فيها وحبعتها لكم بعد كده هو على الرابط على اليوتيوب إن شاء الله واللي بيتفرجوا على الفيس بوك إن شاء الله حبعتلم بعد كده كل المحاضرة على اليوتيوب الربع الأخير من العام المنصالم كان أكثر الأشهر والأيام تحفيزاً ليه زي ما كلمت معكم قبل كده تشجيعاً ليه ثلاثة أشهر وهو أكتوبر نوفمبر ديسمبر كانوا أكثر ثلاثة أشهر تحفيزاً وتفعيلاً ليه وتشجيعاً ليه خلطت فيه عشرات من الشباب وتحدثت إلى المئات من أبناء المجتمعات واستماعت العديد من الأئمة والمسؤولين والخطواء وحمدت ربي على ما تعلمته من هؤلاء كلهم تأثرت في هذه الفترة بإيه؟ بحاجة واحدة مهمة جداً هي فتوبة الشباب وأصبحت شاباً في مقتبل عمري كما كنت في سالف العصر والدماء وانطلقت ملكاتي وتجدأت لغاباتي وتقابلت طاقاتي مع طاقات الشباب وأشعر بأنني في ربيع العمر مرة أخرى أنا أشعر حالياً في أنني في ربيع العمر مرة أخرى وهتكلمكم على ست نقاط في هذه الرحلة بتاعتي الست نقاط دول أولها التحدي وده دائم تانية العتاب وحقول العتاب لمين تلتة أربع مراحل في حياتي مرحلة الحمار أو الحمورية مرحلة المسحراتي مرحلة المنتج مرحلة اللي هو ملاق الفراغ مرحلة الخلاط أما التحدي وده شيء يا شباب لابد نحطه ونصبه أعيننا دماء دائماً 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 نواجه التحديات وكذلك نصنع التحديات لن نستطيع أن نعيش وأن ندمي المجتمعات ونبني المجتمعات وأن أهل الشباب وأن أهل الأجيال دون أن نصنع تحديات وأن نوجه تحديات يبقى الصناعة والتوقيع والنواجهات التحديات هتقابلنا هتقابلنا لكن في نفس الوقت هننصنع تحديات للمعوقات التي ستواجهنا حينما نريد أن نبني المجتمعات لابد أن نبني المجتمعات ولا تبني المجتمعات إلا بالتصدي للتحديات وصناعة التحديات بذي أول نقطة في الكلمة عندي لابد أن نعلم أنه لا حياة لنا على ظهر هذا الكوكب بدون تحديات إما أن نصنع تحديات أو أننا نواجه التحديات المصنوعة لنا إما من ناس أشرار زي ما احنا عارفين وفي ظل الإسلاموفوبية زي ما احنا شايفينها في كل حتة في العالم أو تحديات طبيعية أو تحديات أخرى زي ما احنا شايفينها إلى آخر دي أول حاجة يبقى رسالتي أو رسالة لنا يا شباب في أول أسبوع في العام 2022 هو صناعة التحديات ومواجهة التحديات والتخطي التحديات دي النقطة الأولين النقطة هي كلمة عتاب طبعا فيه سورتين أنا حطيتهم من هو فيه بداية عام 2022 والعتاب ده أغلب المؤسسات خاصة عربية والإسلامية اللي بتعمل في الغرب واللي بتأخذ من الكورونا ذريعة للسكون ذريعة لأن الشباب يبطلوا ويسافروا ذريعة لأن الناس تقعد في بيوتها ومتروحش المكاتب متروحش مع بعضها كما جميع ممكن نأخذ التطعيم الأول والتاني زي التطعيم الثالث لو كن في تطعيم رامع نأخذه كذلك لكن نحترز ولا بد أن نعمل ونسافر ونعلم ونتعلم ونساعد ونساعد العتاب هنا إن كتير جدا من الجمعيات أرى إن فيه رجالها وأسدتها وأقلادتها أخذوا السكينة خلاص إحنا هنا هنتابع الأمور الأوروبية ونعود في البيت وفيه حاجة اسمها تباعد وفيه حاجة اسمها كمامة وفيه حاجة اسمها عدم نذهب للمكاتب إلى آخره إلى آخره باحتراز الشيء لكن إحنا متعامل بالضبط المهنة اللي إحنا متعامل فيها هي مش مهنة وظيفة أو مش مهنة تجارة أو مش أبدا هي تقاس بأنها زي مهنة الطب وأغلب الناس اللي ماتوا في جائعة كلنا كانوا من أطباء والممرضات والعمال الأطباء أو نعمالهم في قسم في الأقسام في المستشفات دي نمرة واحد نمرة اتنين هي زي الجيوش يعني أنتوا جيوش خيرية ترسمونا البسمة على وجه الأبناء والأباء وكلهم لابد لابد ألا نسكن ونجعل القرونة قعدنا في بحجة أننا في تباعد اجتماع وفي كذا وكذا وكذا ما نذهبش للشغل وما نسافرش مطمئنش على اللي هو الناس الغلابة اللي بيموتوا هي أيضا زي مهنة الإسعاف الإسعاف كذلك وزي مهنة الإطفاء يبقى العمل الخيري الإنساني الإغاثي ده زي مهنة الإسعاف ومهنة الأطباء ومهنة اللي هو العاملين في الإطفاء الحراق ومهنة البوليس لو في حد بيقتل حد والبوليس مفرد منها هيرجح هيضح في حد ومهنة الجيش فأنتم لا تختلفوا تماما عن هلوات الأربعة اللي أنا بقول القصة لكلها لأننا تعبت تعبت كتير جدا من قتلة العتاب لكثير من الشباب اللي وقعدوا بقى في البيت ومريحين شعفين يعملوا إيه واللي وزنه زاد واللي وزنها زاد إلى آخر إلى آخر إلى آخر إلى آخر في نفس الوقت لأننا شايف قدامي صورتين صورة لامرأة أفغانية مشت بأولادها يعني علشان تسافر بطريقة غير خانية من أفغانستان علشان توصل لتركيا ومن تركيا توصل لأوروبا لبلاد اللي هو العسل واللبن والحاجات الحلوة دي كلها وكان فيه تلوك هناك كثيرة كليكو شفتوها في منصات توصل اجتماعي فاضطرت المرأة أنها تخلع ملابسها الخارجية عشان تغطي ولديها كانت نايمة في التلج وهي موجودة قدامنا على حدود التركيا الإيرانية وماتت المرأة رح ما أطلع عليها لكن نجا الطفلين فدي مسألة لنا يا عمال العمل الإنساني الخير الاجتماعي اللي احنا بنقول إن احنا أصلا أصل هذه الرسالة وإحنا اللي بنقف من أجل يتيم والمسكين والأرمال وكل هؤلاء بنقول لكم أهي مرأة هي ماتت ماتت بتضحي بنفسها عشان تنقذ أولادها إلى آخر النقطة التانية كانت نقطة اللي بنت اسمها شهد من المخيمات السورية كان كل أمل حياتها مش إنها تخش الجامعة مش إنها تطلع دكتورة مش إنها تطلع مهندسة مش إنها تطلع عالمة مش إنها تطلع برأة أعمال إلى آخر لا إنها حد يجيب لها خيمة علشان تعيش فيها هي وأبوها ومها لأن الخيمة الأديمة بتاعتها اتقطعت وتبادئت لأصبح في الخيمة فيها خصوصية وبرد الخيمة إلى آخر فلما ننظر إلى طفلة كل هماء إنها يكون عندها حزاء تلبسوا عندها ملبس عندها كتاب تروح من مدرسة أو تجد خيمة ونجد إن امرأة بتضحي بحياتها عشان تنقذ أطفالها من البرد وبالتلج بتعبر الحدود بطريقة بطريقة غير شرعية عشان تدخل إلى تركيا ومن تركيا إلى أوروبا يعني تحلم بأنها تذهب إلى هذه البلاد علشان يكون لها مستقبل هي ولادها تربيهم وإحنا قاعدين واخدين الكورونا ونقول لها يا كورونا تعالي تعالي ونقعدك في البيت واشرب لك شاي واشرب لك شاي واشرب لك قهوة واشرب لك كل حاجة دي فأنا نعتاب هنا نحن لابد أن نستشعر كعمال إغاثة وعمال مجتمعيين كل آلام ومشاعر وأحلام هؤلاء الناس لكل زمان وفي كل مكان دي كانت مقدمة لأثرت فيها في الأسبوع الأول والحمد لله بالنسبة للبنت الصغيرة في أحد الشباب المتبرعين تبرع لها والأهلاء عشان يبنينهم بيت أما المرأة فيتولها الله ثم يتولى الله الأطفال برحمته إن شاء الله أول كلامي في المحاضر أنهم إيه والحمار والخلات والمسحرات وإتن يا ربي وإتني غير المسحرات يا ربي أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا الأربع اللقات أول حاجة ليه أنا أتكلم عن الحمار أنا مرت في حياتي أربع مراحل أو خمس مراحل أربع أو خمس مراحل خلاص أربع أو خمس مراحل مروا في حياتي المرحلة الأولى هي مرحلة الحمار يعني إيه حمار يعني في الفترة الأوانية وأنا شاب صغير كنت أعمال كما يعمل الحمير يعني يوميا بدلا بتعمل 10 ساعات تعمل 15 ساعة تعمل 20 ساعة بدلا ما اشتغل أربعة يام في الأسبوع أو خمس يام في الأسبوع تشتغل ست يام في lsb أو 7 يام في الأسبوع إلى آخر بدلا ما تاخد أجازة تفسح بها تاخد أجازة عشان تتمرن فيها إلى آخر ونصيحتي للشباب هنا ان في مقتبل العمر بتاعكم تنتهجوا منهج سخصية الحمار في الصبر والجلد والاسرار على النجاح والعمل الدقوب ليلة نهار دي اول مرحلة وكانت المرحلة دي من اما اتخرجت من الجامعة الى ان وصلت الى بريطانيا وفي اول عشرين سنة في عملي في العمل الانساني والاغاثي بريطانيا كان دا المنحك بتاعي المنحك بتاعي كان ايه كان احنا اصلا نعمل على طول نعمل دائما عمالة دائمة عمالة دائمة فده اللي احنا نتكلم فيه ان المرحلة الاولية في حياة الانسان انه يعمل كتير ليه لانه مفيش خبرة مفيش خبرة ابدا عند الانسان فعلشان هي يكتسب مثل هذه الخبرة على الإنسان أنه يعمل ويعمل ويعمل ويخطئ 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 ويصلح أخطأه ويتعلم من إنجازات الآخرين إلى آخرين ويكون كده يعني مرحلة الشباب هي مرحلة المصابرة والصبر والجلد وكل هذه الأشياء يبقى ده المرحلة الأولى اللي أنا خدتها نعم من التمعينيات القرن الماضي إلى أول القرن الواحد والعشرين ودي أنا كان في كلمة قلتها للشباب لما انتقيت معهم في أرلندا يوم السبت وكان فيه على غدا كده هو وشعرت كده شعرت بال بالانتماء إليهم وشعرت بالحيوية مرة أخرى وشعرت بأنه لي دور أبقى أكون شاب مرة تانية في أول مرحلة في حياة الإنسان حينما لا يكون عنده خبرة ولا معرفة أنه يعمل عمل كثير جدا كي يكتسب الخبرة والمعرفة والتجربة دي نمرة واحد نمرة اتنين ماذا بعد أن نكتسب الخبرة والمعرفة والتجربة وأنتقل من مرحلة الحمار لإيه؟ أنتقل من مرحلة الحمار لمرحلة مسحرات يعني إيه مسحرات؟ يعني أصبح عندك أنت يا شاب وأصبح عندك أنت يا شابة خبرة وتجربة ورؤية وأبعاد رسالة معينة واتصالات ومبادرات وشفت مشاريع وغيره واصبحت عليكم ان انتوا تعملوا دور المسحارات يعني ايه دور المسحارات يعني انت توقز الناس توقز الغافلين والغافلات وتوعيهم وتجعلهم يرتفعون الى دركة الادراك علشان يعلمهم ماذا دور حولهم في مجتمعاتهم يا اخوانا انا عنديش شعر صحيح لكن بقول لكم اعوذ بالله ان شاء الله يجب بسم الله الرحيم ان غير المسلمين يعلموا كنوز كنوز اللي تحت ارجلنا من خلال الاقمار الصناعية اللي هم يتحكموا فيها ونحن لا ندري عما يكون تحت اقدامنا في بلادنا في العالم العربي او غير العالم العربي فلما ننظر لمثل هذه الاشياء نجد اننا في مرحلة المسحارات علينا لزاما لزاما ان نوقز الغافل ونجعلها تدرك ان هناك خطر او هناك فرصة او هناك مبادرة او هناك يعني تجربة جيدة ننهالهم لكن ما ينفعش بعد ان نكتسب الخبرة لمدة عشر او عشرين سنة والدور ده اللي بدنا اقوم به في اول الالفية الحادثة بعد ما اقتسبت خبرة خمسة وعشرين سنة او خمستاشر سنة او عشرين سنة بالعمل الخيري الدقوب وكنت بعمل كما قلت لكم مقبل كالحمار بفضل الله سبحانه وتعالى مش انا واحدة كان معنا شباب زي الورد زي ما انا ذكرتهم في المحاضرة الفاتحة كل واحد فيهم كان جبل وكل واحد فيهم كانت جبل كذلك استعنا ان نعمل التغيير الذي هو منشود ليه تكون لكم وكل العالم منتظره العالم ينتظر من الشباب ان يعملوا التغيير ان يحدثوا التغيير منشود العالم ينتظر منكم ان تطبقوا الدموقراتية كما هي دموقراتية تطبق في جميع اركان العالم بالتساوي ليس دموقراتية في مكان ولا دموقراتية في مكان اخر لا ابدا فانتم يا شباب بعد ان تنتقلوا من مرحلة العمل بالجد والاخلاص والمصابرة والصبر تنتقلوا انك ترفعوا وعي المجتمعات التي تعملونا فيها وتجعلوهم يدركوا المخاطر والفرص التي عندهم ودي المرحلة دي اخلت مني حوالي 15 سنة من عمري وما زلت فيها الى الان انتقلت من المرحلة دي لمرحلة ثالثة وليه مرحلة المنتج يعني ايه منتج يعني ما ينفعش شاب مننا يكون عايش ما عندش منتج ابدا ابدا لابد نكتشف اللي عندنا ايه لابد انا وانت وهي وهو كلنا نكتشف الامكانيات اللي ربنا اعطهالنا عشان نستطيع ان نخدم بها انفسنا نخدم بها عائلتنا نخدم بها مجتمعاتنا نخدم بها بلدنا نخدم بها الانسانية نخدم بها كل الناس البشرية عمتا فلذلك لابد ان يكون لنا منتج المنتج ده ان شاء الله اكون لامي الزبالة ما فيش مشكلة عندي ابدا طالما هي مهنة شريفة وهي حلال اعملها وامتهنها عشان لم القمامة من الشوارع يعتبر مهنة شريفة جدا لانا ان لم نجمعها ستؤدي الى الامراض الفتاكة اللي قد تصيب المجتمعات كلها فلذلك المنتج بتاعي اللي انا بتكلم عليه هنا هو اللي هو لابد انا يا شباب انا وانت 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 بالذات يا اختي اللي قاعدة في البيت اللي خايفة تخرجي اللي خايفة تعملي اللي مكسوفة لا لابد يكون لك دور زي دور امهاتك من امهات المسلمين وامهات المؤمنين واذا نقول الرائدات الماجدات اللي بنوا الجامعات وبنوا المعاهد وأصبحنا من العالمات والعلماء الكبار سواء كان في الشريعة او في الفقه او في الادب او في الشعر او في العلوم او في الهندسة او 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 الاخير فلابد حذار يا شباب ان نعيش على ظهر هذا الكوكب وان لا يكون لنا منتج منتج يحتاج المجتمع منتج يحتاج المجتمع ده الشيء اللي احنا لابد نمر وحنا اتكلمنا عنه كيف اعمل بشخصية الحمار في العمل الدقوب كيف اتحول بعد ان اكتسب خبرة الى مسحرات ويوقز الناس وارفع الواعي المجتمعي ثم كيف يكون لي منتج لابد يكون لي منتج لابد يكون لي منتج لابد يكون لي منتج مهما كان المنتج اي منتج يحتاجه المجتمع المرحلة الخمسة او الرابعة مفيش مجتمع في العالم مفيش فراغات مفيش مجتمع في العالم مهما انقوية الدولة مهما انعظم شأن الدولة مهما ان كانت الدولة غنية أمدا إلا فيه فجوات وتحتاج هذه الفجوات أنها تملأ بمجتمعات مجتمعية روح أمريكا ستجد فيه فجوات زي ما أنت عايز أنزل أوروبا تعالى ستجد فيه فجوات زي ما أنت عايز يعني معنى إيه؟ يعني البناء اللي لم يكتمل بعد البناء اللي لم يكتمل بعد في كل هذه المجتمعات لأنهم بنوا هيكل كبير لكن في الهياكل دي زي ما نحن شاهلين في بعض الصور لما أنت تتبص على جدار من بعيد تعتقد ان الجدار ده أصم أصمت لكن لما تقرب من الجدار تجد ان يدار في الفجوات كثيرة جدا لا يوجد مجتمع على وجه الأرض مهما عظمت دولته ومهما قولت دولته مهما كانت دولته غنية وعريقة ومتعلمة ومتقدمة وحديثة إلا في داخلها فجوات كثيرة ولابد علي أنا كشاب أن أبحث عن هذه الفجوات وأملأها بالمنتج ده اللي كلمت عنه الفقرة الماضية يبقى كالحمار أعمل أنا ثم أصبح مسحراتي ثم أصبح منتج ثم في بعد ذلك أدور على هذا المنتج اللي كي أرجم به أو الفجوة الموجودة داخل المجتمع وانتقلت بعد كده من مرحلة الخلاط يعني يا خلاط خلاط يعني أخذ الحاجات بعضها أجيب مثلا عايز أعمل كيكة عايز أعمل ترطة عايز أعمل آآ أي حاجة يعني أي حاجة بتطبخ إلى آخيره بجيب بعض المواد دي كلها واخليتها بعضها واضرفها بعضها وحطها هنا بقى الخلاط ده معناها إيه؟ معناها إنك قد تعلمت من خبرتك المجتمعية من خبرتك المجتمعية ثم أصبح عندك علم معرفة تطبيقي ثم أصبح عندك منتج ثم فيما بعد ذلك أصبحت أنت أيضا توجه الشباب خلاط معناه إيه؟ إن أنا أجلس مع الشباب أنا أعب بأفكاري وهم يجعبوا بأفكارهم وأسمع لأفكارهم وأسمعهم لأفكاري ونأتي بكل هذه الأفكار سوياً لكي نصنع منها منتج جديد لا يكون منتج لأنك كلمت عنه بالفقرة السابقة ولكن يكون منتج نصنعه جميعاً معاً نصنعه بأراء الشباب نصنعه بروح الشباب نصنعه برؤية الشباب نصنعه بآية الشباب نصنعه لمستقبل الشباب يبقى من المرحلة الأولى للعمل الدقوب كالحمار إلى مرحلة المسحراتي إلى مرحلة المنتج إلى مرحلة ملء الفراغ إلى مرحلة الخلاط لابد لكل مسؤول ولكل مسؤولة في أي مركز اجتماعي أو في أي جمعية أو في أي مؤسسة أن يجلس مع الشباب لتختلط آراءه أو تختلط آراءها بآراء الشباب ونستطيع من هذا من هذا الاختلاط أن نعمل أو ننتج منتج جديد بناء على رؤية الحكيم الكبير في العمر مع فتوة وعزيمة وقوة الشباب لكي يكون منتج أو لكي يكون منتج جديد يستطيع الشباب به أن يغيروا المجتمعات يبقى الحمار الثاني الخلاط الحمار الخلاط المنتج الحمار المسحراتي المنتج الخلاط وبعدين بعض الخلاط اللي هو ملء الفراغ وملء الفراغ حنشوف بعدها كلمت معكم عن هذه الأربعينية هذه الأربع خمس كلمات خدوا مني أربعين سنة خدوا مني أربعين سنة خدوا مني أربعين سنة أنا لم أكن عارف ولم أكن ملم ولم أكن مدرك بما أتكلم عنه الآن منذ أربعين عام لكننا تعلمنا واشتغلنا كالحميل بفضل الله سبحانه وتعالى ولمما قسمنا الخضرة انتقلنا إلى إلى رفع الوعي المجتمع عند الناس فإنها المسحراتية وبعد ما رفع الوعي المجتمعي عند الناس أصبح لنا منتج ندي للناس بعد ما أصبح هنا منتج ندي للناس أصبح لنا نضع هذا المنتج لكي يملأ الفراغات ثم فيما بعد ذلك نجلس مع الشباب بالخبرتنا أو فوتوتهم لكي نصنع منتج جديد عملية صناعة الإنتاج والمنتج لا تتوقف لأن المجتمع في نموه وفي تحدياته كثيرة بالثانية وبالدقيقة وبالساعة في تحديات فإذا كنت أنت عايش في مجتمع أو في دولة فيها 100 مليون أو 200 مليون أو 300 مليون أو 50 مليون كل إنسان داخل هذا المجتمع أو هذا الوطن له رؤية ولها رؤية فلابد أن نتعامل مع كل هذه الرؤى لكي نستطيع ننتج لهم المنتج أو المنتجات التي تتماشى وتربي رغباتهم في مجتمعات ده الخمس من المرات حينها كلمت عالم هي بواحد يقول لي معزلة يعني مش عايش في الصعب أتكام دلوقتي طب إيه داخل ده كله بالكلمة يعني أنت قلت لني المحاضرة اسمها التحديات ما بين الكلمة وبين الأول الحمار والكلمة صح؟ إيه الكلمة؟ أنا قرأت كلمة جميلة وكتبها الأديب أو الشاعر أو المفكر عبد الرحمن الشرقاوي منذ تلاتين أو أربعين سنة لكن قبلا عن الكلمة وعن قيمة الكلمة وعن حلاوة الكلمة إلى آخر لكن قبل أن أتكلم عن كلام عبد الرحمن الشرقاوي أتكلم عن الحديث الذي كان نصيحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل فدلو عنه يلخص فيه معنى الكلمة ومهوزن الكلمة ومعقيمة الكلمة وماذا سوف تؤدي الكلمة بك إلى الجنة أو إلى النار والعياذ بالله فيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ سكرتك أمك يا معاذ وهل يكبوا الناس في النار على وجوه على مناخرهم بل على مناخرهم يقعوا كده على مناخرهم إلا حصائد ما معنى حصائد ما معنى حصائد ما معنى حصائد أمسك عليك لسانك يعني يا معاذ اعلم وكل الأعضاء في الجسد ترجو هذا اللسان شايفينه ترجوه كل يوم حنما سيخل من النوم وتدعو الله ألا يخطئ خطأا هذا اللسان لكي يدخلهم من الجهنم والعياذ بالله وأن يصيب إصابة جيدة لكي يدخلهم الجنة إن شاء الله فرسول السيد رسول الله عليه وسلم قال لسيدنا معاذ سكرتك أمك يا معاذ وإن يكبوا الناس في النار على وجوههم إلا أو على مناخرهم إلا حصائد السيتم يعني اتكلمنا عن شخصية الحمار في الأول اللي هو الجلد والصبر والإصرار على النجاح والعمل الدقوب أما في الكلمة فكان فيه حوار جميل جدا كتبوا الراحل الراحل عبدالرحمن الشرقاوي منذ أربعين سنة تقريبا وكانت تخيل حوار دار بين مبعوث يزيد ابن معاوية مع سيدنا حسين علشان يبايع يزيد ابن معاوية عليه السلام يبايع يزيد ابن معاوية فذهب الوليد الذي هو كان ممثل يزيد ابن معاوية للحسين ويقول يحاول يقنع يعني يقول يا ابن بنت رسول الله صلى الله يا ابن فاطمة الزهراء يا صبت رسول الله صلى الله إلى أخير إنها كلمة 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 جزاكم الله خير يا أخ يوسف على الحديث ما هي إلا كلمة ما هي كلمة قلها قلها وانتهي يرد عليه في الحوار اللي كتبه عبد الرحمن الشرقاوي رحمة الله عليه قائلا يقول له كلمة أتعرف ما معنى الكلمة مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذكور الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذكور الكلمة نور وبعض الكلمات خبور بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري الكلمة فلقان ما بين نبي وبغي بالكلمة تنكشف الغمة الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة عيسى ما كان سوى كلمة عليه السلام أضاء الدنيا بالكلمة وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم بالكلمة الكلمة ذلزلة الظالم الكلمة حسن الحرية إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة الله هو الكلمة هذا معنى الكلمة الذي تمثل عند عبدالرحمن الشرقوي حينما تخيل هذا الحوار بين الوليد الذي كان سفيرا أو ليزيد ابن معاوية للحسين أقولها مرة ثانية كلمة هتعرف ما معنى الكلمة مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار على كلمة وقضاء الله هو الكلمة الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذكور بعض الكلمات قلاع يعتصم بها النبل البشري الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي بالكلمة تنكشف بالكلمة تنكشف الغمة الكلمة نور نور ودليل تتبعه الأمة عيسى ما كان سوى كلمة أضاء الدنيا بالكلمة وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم بالكلمة 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 الكلمة زلزل الظالم الكلمة حسن الحرية إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة الله سبحانه وتعالى هو الكلمة كذا كتبها وصفها الكلمة دي زي ما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نصح معاد في حديثه ولا يكب الناس على مناخرهم على أجوم أو مناخرهم إلا حصاد أسانتهم بالكلمة أختم معكم يا شباب برسالتي ليكم لقد انقضى عامل كاملا بكل أحداثه الدامية والمفرحة القليلة أو النادرة واستعرضت معكم المراحل التي مر بها حياتي المجتمعية منذ أن بدأت أنخرت في العمل الإنساني والاجتماعي التي استمرت على مدى أربعين عاما أيها الشباب لنعلم جميعا أن لكل فترة زمنية عمرية لا فلسفة عملية تضليقية مجتمعية فحينما نكون صغارا في العمر قليل الخبرة مفتول القوى والعضلات كثير الحركة والنشاط قليل المسئولية متقد الأذهان متأجيج العواتف ومتعدد الأفكار والمبادرات يصبح لزاما علينا أن نكثف ساعات العمل الدؤوب كأن نعود به قلة الخبرة والتجربة المجتمعية الطبيقية الجماهرية الشعبية لا يصبح هذا فقط في العمل الإنساني والمجتمعي بل داخل هذه الفترة الزمنية العمرية فترة الشباب فترة الشباب فترة الشباب وفي كافة المجالات والتخصصات المجتمعية المختلفة نحن لم نولد أصحاب تجارب أو خبراء أو فلاسفة أو علماء أو مجددين أو فقهاء أو مبدعين أو نبلاء أو مصلحين أو نجباء أو مخترعين أو حكماء أبدا 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 لم نولد أنبياء أبدا 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 بل ولدنا أطفالا لا نعرف العدو ولا البيداء راعتنا أمهات حانيات وآباء حانين وعائلات ليس بها غلو وحبها من السويداء راعتنا أمهات حانيات وآباء وعائلات ليس بها غلو وحبها من السويداء السويداء القلب وحياة النشخة في دلوبيها القفراء ومعون ليس لديه زاد ولا ماء وحذائق مغفرة ما لها أرض ولا سماء ورفيق ضرب لا يدرك فداحة البلاء فبلاء دنيانا ليس في قيمة الناقة القسواء بل في عناد القدر مع مطلعاتنا الحمقاء مع مطلعاتنا الحمقاء مع مطلعاتنا الحمقاء إنما نريد أن نثبته ونثبته معكم وأليكم أيها الشباب هو أن الإبداع والابتكار والاختراع الإبداع والابتكار والابتكار والاختراع لا يكون نتيجة الحظ أو الصدفة أو العلاقات الشخصية والعائلية أو الانتقامات العرقية والقبلية أو الانضمام للجماعات الدينية والفكرية بل هو النتيجة الحتمية أو النتيجة الحتمية للجدي والاجتهاد للجدي والاجتهاد والصبر والمثابرة والبدل والتضحية والمحاولة والإصرار والإخفاق والنجاح إنما نريد أن نثبته ونثبته معكم وأليكم أيها الشباب وأن الإبداع والابتكار والاختراع لا يكون نتيجة الحظ أو الصدفة أو العلاقات الشخصية والعائلية أو الانتماءات العرقية والقبلية أو الانضمام للجماعات الدينية والفكرية بل هو نتيجة الحتمية للجد والاجتهاد والصبر والمثابرة والبدل والتضحية والمحاولة والإسرار والإخفاق والنجاح ونرى ذلك أجالياً واضحاً خاصةً في المجالات الرياضية لا ما نرى كنا نحب الكورة كنا نحب ميسي وقران دونالدو محمد صلاح وماني وكله كله 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 إلى آخر وخاصةً في كورة القدم التي تسميها السحرة المجنونة أو الجانة الجديدة التي يسعى فيها اللاعبين أو اللاعبون للفاوز في الثوائن الأخيرة وكم رأينا كم رأينا أندية عزمة تهزم في الثوائن الأخيرة أيها الشباب اعلموا أن شبابكم للسعي شبابكم للسعي شبابكم للسعي والتعلم واكتساب الخبرة وليس الله والهرج والمرج وأضاعة الأوقات والأعمار فلقد رويا روى بن حبان والتلمذي في جامعه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه عن جسده فيما أبلاه عن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسباه وفيما أفناه هكذا يسألنا الله سبحانه وتعالى هكذا يسألنا الله سبحانه وتعالى عن العمر وعن الجسد وعن المال وعن العلم الذي تعلمناه أيها الشباب لنعلم أن الفتية أن تصبح مفتيا أن تصبح موجيا أن تصبح رائدا أن الفتية لا تجوز إلا بعد تحصيل العلم لنعلم أيها الشباب أن الفتية عزيزة عزيزة فنعلم أيها الشباب أن الفتية والتوجيه لا تجوز أو لا يجوزان لبعد تحصيل العلم أو العلوم المجتمعية المختلفة من التجربة والتطبيق اكتساب المهارات من قصرة المحاولات الخبرة من الإخفاقات والنجاحات والثقة من قصرة الممارسات والاستفادة من تجارب الأصدقاء والشركاء أبداً مش كل واحد مسك كتاب مسك كتاب كده ورعي في حديثين تلاتة وأيتين تلاتة ورأين تلاتة وعمل اللي فيه إيبقى إيه شيخ وفقیه لا أبداً 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 من زمان أبداً أبداً لابد يكون الإنسان تاريخ في التجربة وتاريخ في التلقي وتاريخ في التعلم وتاريخ في الإدراك وفي الوعي وتاريخ في الخدمة المجتمعية كذلك وتاريخ في الإنجاز وتاريخ في التواصل مع الناس وشهادات للناس قبل أن يفتيت أو يوجه أو يجعل الناس يدركون ويوجهون أو يستمعون لما يوجههم إليه فنعلم أن الفتحة والتوجه لا تجوز إلا بعد تحصين العلم أو العلوم المجتمعية المختلفة من التجربة والتطبيق اكتساب المهارات من قصرة المحاولات الخبرة من الإخفاقات والنجاحات والثقة من قصرة الممارسات والاستفادة من تجاب الأصدقاء والشركاء فعلينا مدى أن نورث نحن الكبار في العمر هذه المعلومات المعرفية التطبيقية للشباب علينا فرض عين على كل من يعلم أن يعلم ما لا يعلم من لا يعلم فرض عين على كل ما يعلم أن يعلم أن يعلم ما يعلم لمن لا يعلم كذلك من الله خير الكلمة ترفعك أو تهوى بك كذلك من الله خلي أخي يوسف بن بغداد بسم الله فعلينا أن نورث هذه المعلومات المعرفية التطبيقية للشباب ونحن على رأس الأعمال التي نقوم بها يعني أنا مدير وأنا رئيس وأنا عامين عام أخذ شباب معايا أنقلهم التجربة وأنا موجود معي في كل السلطة يسافروا معايا يعودوا معايا يأكلوا معايا يتعايشوا معايا إلى آخر فعلينا أن نورث هذه المعلومات المعرفية التطبيقية للشباب ونحن على رأس الأعمال التي نقوم بها فيصير التوريش المجتمعي لاسى التوريش اللي هو الوراثة للأبناء لا توريش المجتمعي يتورص علمك لأبناء المجتمع معنى كلمة التوريش المجتمعي هو توريش العلم لأبناء المجتمع معنى كلمة التوريث المجتمعي هو توريث العلم لأبناء المجتمع معنى كلمة التوريث المجتمعي هو توريث العلم والتجربة والخبرة لأبناء المجتمع فيصير التوريث المجتمعي القيادي للشباب أثناء لقاءات حوارية معهم تدربهم وتأهلهم ثم تمكنهم بالإنابة وتشجيعهم من بعد ذلك على القيادة بالوكادة روح يا ابن يعمل كذا رح يا بنت اعملي كذا ما ترجعيش اليوم انت عملتي كذا وكذا وكذا وحتى لو غلطتي وحتى لو فشلتي ارجعي وقولي انك فشلتي عشان مرة جاي تنجح يبقى التوريط المجتمع والقيادة بالوكالة تحت رعايتنا ونحن في مراكزنا ونحن في قيادتنا ونحن فوق يعني في السلطة اللي احنا عايشين فيها اما من يبتدي يعلم بعد مناترك السلطة ده فانكوش لابد ان تدرك انك وانت في السلطة وانت في السلطة تفرغي وقت لكي تعلم الشباب وتؤهلهم وتمكنهم وتورثهم التوريط المجتمعي وتعتملوا قيادة بالوكالة ان يصبحوا قادة الحقيين لمؤسسات والاعمال ليكملوا معنا ومن بعدنا المسيرة على اكمل وجه ونعلم ما هي الشباب الواعي الحر انه لا يوجد مجتمعا مهما عظمت كما قلت هو دولته الا وتوجد به فراغات او فجوات لا يراها ولا يدركها الا من قرب من قرب من قرب من العاملين مننا الى قيعان هذه المجتمعات كلما غصنا في اعماق المجتمعات سنجد مشاكل ما انزل الله من السلطان مشاكل غير عادية مشاكل غير عادية مشاكل غير عادية كلما قربنا من القاع انزل القاع المجتمعات تتعلم من ما يعاني هؤلاء الناس الذين يعيشون في القاع المجتمعات وما في مجتمع زي ما انا قلت مهما عظمت قوة دولته الا وتوجد به فراغات او فجوات لا يراها ولا يدركها الا من قرب من العاملين مننا الى قيعان هذه المجتمعات زي ما ذكرت قبل كده في الكلمة سواء كان في امريكا او في اوروبا او في كذا في بلوي زرق بس انت انزل لتاعة انت انزل تحت وشوف الناس عايشين ازاي شوف الناس اللي هم مشهردين في الشوارع عايشين ازاي شوف العواجيز عايشين في البيوت ازاي شوفوا اطفال في الشوارع عايشان ازاي شوفوا النساء اللي هم اعطوهم الحرية علشان يحملوا يقل لهم علاقات مع الآخرين عايشين باطفال قد يكون بعضهم معدوم النسب ازاي وهاكذا وهاكذا شوفوا اصحاب الخمور واصحاب الادمان عايشين ازاي الاخر ولا يغرنك شكل المجتمع وابريق المجتمع من الخارج لا يغرنك أبداً إنزل لقاع المجتمع ونعلم أيها الشباب الواعي الحر لأنه لا يوجد مجتمع مهما عظمة قوى دولته إلا وتوجد فراغات أو فجوات لا يراها ولا دولك إلا من قرب من العاملين مننا إلى قيعان هذه المجتمعات وقوعدها الشعبية ولكن علينا أن نملأ مثل هذه الفجوات والفراغات بمنتجات مجتمعية ها يحتاجها المجتمع زي ما نقولت قبل كذا يحتاجها المجتمع لا أن نفرضها عليه وفق رغباتنا وأهوات قد تكونوا عندي منتج جميل جدا لكن المجتمع مش عايزه خلاص ما ينفعنيش ما ينفعش المجتمع ما ينتجوش أنت تجلي المجتمع عايزه خاصة إذا كان حلال ولكن دائماً منتجين لا مقعدين منجزين لا مرجئين مرشدين لا مضللين معلمين لا مجاهلين مشيدين لا مدمرين مجمعين لا مفرقين موحدين لا مشارزمين منفقين لا ممسكين مقدمين لا معرضين صابرين لا قانتين راجين ثوابه قائفين عقابه مؤمنين بكتابه وناظرين وناظرين جوابه سبحانه وتعالى هذا ما نريد أن نكون أيها الشباب هذا ما نريد أن نكون أيها الشباب هذا ما نريد أن نكون أيها الشباب هذه هي مهمتكم أيها الشباب مهما نعت عن حملها الجبال الجبال رفضوا تحمل المسئولية إنا عرضنا الأحملات على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها حملنا الإنسان إنه كانت رومج المهمة اللي عقز عن حملها الجبال والسماوات والأرض أنت أيها الإنسان أنت أيها الأخت فتاة الشابة أنت أيها الشاب حملت ما لم يستسع الجبال أن تحمله غاية حمل هذه المسؤولية هي أرضاء الرحمن الرحيم ووسلتها قدمة القاسي والداني ليس فقط أبناء ديننا لكن أبناء ديننا وأبناء كل المجتمعات وكل الثقافات وكل الأديان وكل الشعوب إلى آخر أختم قائلا نحن نبدأ الأسبوع الأول من عام 2022 ولن نهنأ في هذا العام إلا إذا عملنا بجد عندنا مشاكل جمع في كل مكان في العالم من اليجور في الصين إلى كشمير إلى المسلمين الهند في الهند إلى كونغو الديمقراطية إلى وصل أفريقيا جميلة وصل أفريقيا إلى اليمن إلى سوريا إلى أريتيا إلى السومال إلى العراق إلى لبنان إلى ليبيا إلى السودان إلى تونس إلى المغرب إلى الجزائر إلى 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 شرق أفريقيا إلى غرب أفريقيا إلى وسط أسيا إلى البنجلديش إلى كل هذه البلاد محتاجة شغل عندنا عشرات الملايين من الأطفال ومن النساء ومن الرجال أن يحتاجون لمساعدتكم ونتمنى أن عام ومن فلسطين في غزة وفي القدس ومسجد الأقصى كل هذه الأشياء نتحدث عنها يا شباب في أريتيا لو حدش بيتكلم عنها كذلك في قضية من قضايا المنسية من قضايا إلى البوسنة إلى كوسفو كل هذه الأشياء وغيرها وغيرها من القضايا إلى إبريا إلى بيتسوانا إلى لسوتو إلى إلى كل هذه الأشياء وكل هذه الأماكن إلى تورو إلى جامبيا إلى كل هذه البلدان نتكلم عنها بكل مكان إلى بيتنام الشمالية والجنوبية وهكذا كل هذه الدول محتاجة مننا لنقف وقفة مع أنفسنا في عام 2022 وقفة حق مع باطل وقفة حياة مع موت وقفة عادة إعمار مع عادة الدمار وقفة إصلاح مع إفساد وقفة توجيه مع تضليل دوركم في هذا العام إن شاء الله وأنتم ستنجحون هتسمعين آيتها الأخت هتسمعين ستنجحون بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا شاهدون على ذلك وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وعراكم إن شاء الله غدا نفس المحاضرة بلغة الإنجليزية نفس المعاد إن شاء الله وجزاكم الله خير وأرسلكم الرابط بتاع اليوتيوب فيما بعد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة